السلام عليكم من سنة ثلاثة كل السلام عليكم طيبين وبخير دايما معكم زمانتكم هيبا طارق من تيم الجاينة ميديسن هشرح معكم نارضة ان شاء الله محضرة الكونتراسيبشن او وسائل منع الحمل وتنظيم الاسرة زي ما الحمل مهم ومطلوب احيانا بيكون منع الحمل مهم في حالات معينة سواء كان لتنظيم الاسرة وانجاب عدد معين من الاطفال او كان حالة صحية للفيميل او ان كان مثلا او برغبة او ارادة منهم هم ما تجيني منها الحملة دلوقتي فالدفينيشن بتاع الكونتراسيبشن هو يعني منع الحمل اراديا بكرر منه وطبعا لاختلاف الحالات عن بعضها كل حالة بيكون لها طريقة او مصد مناسبة من طرق منع الحمل او الكونتراسيبشن تختلف عنها التانية ممكن تمشي مع حالة ومتبشيش مع حالة تانية فعشان كده فيه طرق اكتر من طريقة لمنع الحمل ويشتريك فيها منهم اللي بيكون بيستخدمها الميل او تستخدمها الفيميل او طرق طبعية او غيرها كل الطرق دي بتتلخص في ستة طرق اساسية تدور حواليها المحاضرة اول حاجة الفيسيولوجيكا الميسود البارير الميسود كيميكا الميسود والطريقتين المشهورين اللي كلنا عارفينهم انترايتراين كونتراسيبتف ديفايز او اللولاب والهلمون الميسود اللي هي الحبوب منع الحمل او الكونتراسيبتف فيلز واخر حاجة الاستيرولايزيجا اول طريقة نبدأ نلجأ لها هي الفيسيولوجيكا الميسود او الطرق الطبعية اللي انا قدر استخدمها من دون حط فيها مثلا جهاز غريب للجسط او ادخل كيميكا او ادخل اي حاجة صنوعية للجسط عشانا منعبها الحمل بما ان الطريقة دي طبعية وبالتالي اهم ميزة هتميزها انها هتكون اقل صيد افكت من اي طريقة تانية هستخدمها حتى لو كانت فعالية الطريقة دي قليلة شوية بالنسبة للطرق التانية للصناعية اول فيسيولوجيكا الميسود هي الاكتيشن او عمليات الرضاعة اثناء عمليات الرضاعة بيتم افرز هرمون البرولاكتين هرمون البرولاكتين ده بيعمل عكس عمل الهرمونات اللي بتفرزها البيتوتر جلند خالص البيتوتر جلند بتبدأ تفرز هرمونات تحفز الوفري انها تبدأ عمليات الطبويد ويحصل حمل اما في جود البرولاكتين فالبرولاكتين بيعمل انهيبشن للهرمونات اللي افرزتها اللي بتفرزتها البيتوتر جلند ديت وبالتالي الوفري مش هتعمل عمليات الطبويد ومش هيتم الحمل طيب هل الطريقة دي فعالة فعلا الطريقة دي او ممكن تكون فعالة ولكن عشان يزود فعالياتها محتاج اننا دايما يكون في لازم يكون فيه من البيبي وبالتالي يكون افراز البرولاكتين زيادة دايما فمحتاج انها يكون فيه فريكنسي للفيدنج من 6 لتمن مرات في اليوم كل مرة دي يكون مدتها 10 مينت وخصوصا اثناء الميدنايت فيه نوعا نورد في اي وسيلة هنعملها ونستخدمها ان الوسيلة دي يكون فيها نسبة فشل هي ممكن تنجح وممكن تفشل زي ما قلنا ان كل شخص بيكون ليه وسيلة معينة بتنفع مياه حسب حالته غير الوسيلة التانية وبالتالي هيكون فيه دايما فليا الريت او معدل الفشل فالفليا الريت او معدل الفشل ده بحسبه ازاي انا هجيب 100 ومن بيستخدموا نفس وصيلة من الحمل وهلتكن اللاكتيشن وهفضل رائبهم لمدة سنة كاملة وهشوف كام كام ومن منهم خلال السنة دي جيت بريجرانت او حصلها حمل في حل المانومو ديالها اصلا وسيلة مانا حملها ففي عملية اللاكتيشن هتكون المعدل للفشل او حدوث حمل يعني من 25 بير هوندرت وومن بير يعني من 25 إلى 26 من وسط هندرت وومن بيستخدموا اللاكتيشن ميسود حصلهم حمل نجي اللي الفيسيولوجي كان الميسود التانية وهي او فترة الامان الفترة ان انا بكون عارف فيها ان الفرتريتي بتاعتي قليلة وبالتالي نسبة حدوث الحمل برضو بتكون قليلة فانا محتاجة اعرف امتى في الشهر الوقت اللي بيكون الفرتريتي ريت فيها عالي وامتى الفرتريتي فيه بتقل فمحتاجة عشان احسبها كزا طريقة اما الكليندر ميسود او السيرفايكال ميوكس ميسود او البيبي تي ميسود او السينتو سيرمل ميسود الدكتور ما اصرحش ما اذكرش غير الكليندر ميسود والسيرفايكال ميوكس ميسود 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 تتعرف الفترة دي اولها فين واخيرها فين اول يوم واخر يوم المفروض ان الدورة التبعية بتيجي كل 28 يوم ده لو هي بتيجي بريجرارات ساكل مفيش فيها مساكل وهنا بينصح بعملية التبويد انها تتم خلال اليوم ال 14 او الراوند الراوند اليوم ال 14 يعني ايه الراوند اليوم ده يعني قبله بيومين او بعده بيومين في الرنج ده يسمى الاسبوع ده اسبوع التبويد فده دي فرصة الحملة فيه بتكون كبيرة طيب احنا دلوقتي الهدف ان احنا نبعد عن الوقت بتاع التبويد ده خالص طيب هنا هتواجهنا مشكلة انا مقدرش اجزم دلوقتي ان اليوم ال 14 او اسبوع التبويد ده ثابت كل مرة لان مش كل الناس عندها البريود منتظمة او سايكل منتظم يعني فهنبدأ نسأل للفاميل اخر ست ال 12 سايكل من البريود جاتلك كل قدقي فهتقول مثلا ان انا في شهر 11 مثلا جاتلي بعد 28 يوم وفي شهر 12 جاتلي بعد 30 يوم وفي شهر 1 جاتلي مثلا بعد 32 يوم وفي شهر 2 جاتلي بعد 29 يوم وهكذا طول مدة 6 شهور مثلا وهبدأ ان انا اخدها بنسميه الفريكونسي اللي بيجي فيها البريود او بتجيلها كل قدقي خلال اخر فترة عشان نقدر ان انا اخد منها فكرة عن متى انتظام البريود عندها فهبتدي ان انا اخد زي رنج كده فعشان نحصل بالفريكونسي اللي بيجي اول يوم من الفريكونسي اللي بيجي هبدأ اخد زي رنج كده يعني اقل فترة جاتلا فيها البريود اقل مدة يعني كل مدة بين كل بيجي والتانية اقل مدة فيه اللي نسميها الشورتست سايكل اللي هي الطبعية كل 28 يوم مع افتراض ان هي دلوقتي هناخد المثال على الريجيول السايكل اللي هي كل 28 يوم ونبدأ ده حدد برضو اللي هو اطول مدة جاتلا فيها مثلا اللي هي 32 على المثال اللي انا ذكرته بس خلينا في المثال المكتوب في الكتاب على اساس ان هو 28 وان هي بتجيلها بالتزام على طول فالتالي الشورتست سايكل عندي 28 واللينجوست سايكل عندي برضو 28 عشان احسب اول يوم من الفرتلتي بيريود ديت فياخد الشورتست سايكل اطرحها من 20 يطلع عليه الفريست دي وهطرح اللونجست بيريود من 10 يطلع عليه اللاست دي بانا كده اقرفت الفريست دي هو 8 واللاست دي هو 18 وبالتالي كده فترة الفترة الانسيف اللي هي الفرتل بيريود اللي فيها الفرتلتي عالية من اليوم الثامن لليوم التمنتاشر الفترة دي لو انا عايزة بناء الحمل فمنوع ان يحصل فيها كويتس او المفروض ان انا اتجنب في الفترة دي وبالتالي فترة السيف بالنسبالي هي اي يوم قبل اليوم الثامن او بعد اليوم الثامن تمنتاشر شو ازا فرتلتي بيريود او الانسيف بيريود هي من اليوم التامن للتمنتاشر والسيف بيريود هو اليوم اي يوم قبل اليوم بفور الدي تمانية او افتر دي تمانتاشر ده الطريقة دي تعتبر كويسة وكل حاجة بس في عندها دفكت بسيط كده او اتنين دفكت اول حاجة انه صعب على معظم الفهمين انها تتابع بالايام والارقام وهكذا ممكن مثلا تنسى او كده فيبقى الموضوع مش دقيق ممكن مع الناس اللي عندها او بيريود تكون مثلا جات لها او في شهر بعد خمستاشر يوم وبالتالي اجي احسن الفرست دي ازاي خمستاشر ناس عشرين هتطلع رقم مش منطقي فمشدين يوم قبل وبالتالي الطريقة دي مش هتنفع مع حالة زي دي طيب لو ما نفعتش الطريقة الاولى مع بعض الحالات تقدر يستخدم الطريقة التانية وهي الصرفايكة الميوكس ميسوت القاعدة هنا بتقول ان دراي بيس بيكون سيف بيس يعني بيها امنة اما البيئي المبليلة او الويت بيز فهي بيئة انسيف احناحن عندنا الأسبوع التبويض طبيعي بيكون في دي ستشارج وده حاجه طبيعي ما نعتبره دي ستشارج ده مسبب انفكشن ولا ايه حاجه لانه لا بتبقى دي ستشارش يكون زاد اثناء ايام الطفل وكل ما بعدنا عن ايام الطفل وكل ما ستتبقى الطريقة القاعدة تنتبه où boom kes die ho announcing la June ده هيكون دروي فاحنا لو عايزين نخلف هنختار الوقت اللي فيه الويت بيز او فيه ديست شارج لان ده علامة على وجود التبويض دلوقتي فالحملة هيمشي ولو مش عايزين نخلف هنختار الوقت اللي فيه دروي بيز لان ده اشار عننا بعيد عن يوم التبويض كده احنا اتكلمنا في الفيسيولوجيكا الميسود عن طريقتين اللاكتيشن ثم السيف بيريود ثم رقم تلاتة هي الكويتس انترابتوس او الكويتل من اسمها كويتس انترابشن يعني عملية الكويتس ماشي في سايكل هعمل لها انا انترابشن هي دي الفكرة باستدو ان انترابشن اف الكويتس وز وز دروي والف ميل اورجان جوست بفور الارجازم وز اكسترنال ايجاكوليشن اف سيمين او اي فروم الجنيتالي طب ده بيتم ازاي عندنا السيكشول سايكل عند الميل بيبدأ اولا بالديزير ثم الاريكشن ثم البينتراشن اف الفاجينا عند هنا هبدأ ان انا اقطع السايكل دي جوست بفور الايجاكوليشن للسيمين بيحصل وز دروي والللميل اورجان يعني برجع خطوة عكسية ويتم يحصل ايجاكوليشن للسيمين ده اوتسايد اوتسايد الفوزين وبالتالي مش اوصل للميل جنيتال تراكت خالص وبالتالي انا هنا وقفت السايكل والطريقة دي تعتبر اه مش طريقة فعالة قوي الفيليا الريت فيها عشر على عشرين اه هوندرد وومن يير فيها عيوب وفيها مميزات متعتبرش تعتبر الى حد ما وصيلة ضعيفة لان من عيوبة ان دايما الفيليا الريت فيها عالي بسبب ان اه في المرحلة دي في مرحلة بري ايجاكوليشن بيكون السيمين فيري ريتشي جدا فوارد ان يحصل في الريت كبير كمان بيحصل مرايطة الوسيكشوال وممكن يحصل كورونيك بلفيك كوجنشا طيب برضو قبلي مميزات ولكنها برضو مميزات سهلة يعني مميزات مالهاش ايما جنب عيوبها ان هي طبعا ما فيهاش تكلفة وهي دايما موجودة ووصيلة طبيعية وما فيهاش اي كيميكال ولا اي ضرر صنوعي بعد الفيسيولوجيكال ميسود فيه البرير ميسود او بنسميها الميكانيكال ميسود وهنا هستخدم فكرة ان انا عايزة امنع وصول السيمين او السائل المنوي ان يوصل للأبر في ميل جينيتل تركت حط حقوق صندف النص او حط حاجة ميكانيكال او حاجة يدوية قدر ان انا احطها حط جسم يعني يمنع وصول السيمين للأبر جينيتل تركت فعندنا حاجتين فالطريقة دي مقدر يستخدمها الميل او الفيميل ففيه حاجة اسمها ميل كاندم وفيميل كاندم كاندم بيبعنا عزل طبي وده بيبقى عبارة عن لاتيكس كده او حاجة من المطاط بتبقى عبارة عن شيس مطاطية بتبقى فت على البينز التب بتاعتها بتكون عاملة زي الروزيرفور عشان عندها بيتجمع السيمين طبعا في منها اشكال كتير عادي والبينز فيها المفروض يكون بوزد روال وزل بينز اريكت والهولدينج فرملي ونقاندم رين عشان امنع انه يتزحلق او يحصل اي حاجة ولكن طبعا هو عبارة عن حطة مطاط او كده فوارد مثلا ان يحصل فيه قطع ويحصل فيه اي حاجة فعلشان ازود من الافكاسي بتاعته قدر ان انا اضيف عليه حاجة اسمها اسبرميصيدل بتبقى دي عبارة عن مواد كيميائية كلمة صيدل يعني قاطل فدي مواد بتقتل الاسبرم فبالتالي زود من كفاءتها في حالة من كفاءة الكندم عموما في حالة انه حصل له تير او حصل اي حاجة فطبعا بما انه بيحصل له تير او كده فده ليه فليار ريت من 3 و 15 ممكن بقى نستخدم في ميل كوندم هو نفس الفكرة برضو سين لاتيكس شيز بس باستخدمه بيبقى لير الفيرار عشان يناسب الفجانة لنز وزي وزي اي وصيلة لها مميزات ولها عيو ايه مميزاته انه هو طبعا حاجة رخيصة حاجة شيب وسيمبل جدا نستخدمه كمان بيانكرج الميل انه هو يبارتسيبيت في الكنتر ريسيبشن وده دميزة كبيرة اه لانه هو بيخفف الحمل شوية عن الفيميل بيحصل لهم اعراض كتير وصيد افكت من استخدام الموانع الحمل على المدى البعيد زي مثلا الهرمونال وغيرها اه وكمان بيبورتكت اجينيست سيكشوالي ديزيز والبلفك انفلاماتري ديزيز دي برضو حاجة مهمة جدا لانه هنا هو بيعمل كعازل وبالتالي الكنتكت فيه قليل جدا ففرصة حدوث الانفلاميشن برضه تبقى قليلة او ان يتنقل عدوى او انفكشن بيعمل كعازل للحاجات دي اه كمان مفيش اي كنتر انديكشن ليه غير انه يكون فيه الريجي للاتيكس ده ومش محتاج اي ميديكر سيبرفجر هو بيتجاب من السيطالية عادي جدا اه بالنسبة لعيوبه ان هو بيقلل السيكشوال بليجر تو ميل او في ميل وطبعا فرصة الربشر فيه كبيرة جدا ويزود الفيرير ريت بتاعه كان من ثلاثة خمستاشر والحساسية ضد الاتيكس دي برضو تعتبر ديز ادفانتج في عندنا برضو غير الميل كوندم والفيميل كوندم حاجة اسمها الفاجين السبونج والفاجين الدافرام وسيرفايكال كاب الميل كوندم والفيميل كوندم كانت حكيت شيعة شوية بتستخدم عندنا اما دول فالفاجين السبونج والدافرام وسيرفايكال كاب حاجات قليلة الاستخدام شوية او مش مشهورة عندنا ولكنها برضو تقدي نفس الفكرة انها باريير او ميكانيكا الباريير يعني اول حاجة منهم هي الفاجين السبونج ومن اسمها هي حتة السبونجة كده وده شكلها هي دي دي بتكون عاملة شبهي الماشروم كده شبهة فطر الماشروم ده بيكون شكلها هي دي بتبقى مفت على القبر فاجينة ومفيش لها حواف ماسكة قوي مش فكسد قوي بتتحطها على القبر فاجينة وبالتالي هي بتعمل بلوك للسيرفيكس غالص كلهم عيتفقوا على نفس الحاجة انهم بيعملوا بلوك للسيرفيكس وممكن نحط عليهم سبيرمي سيدل او مادة كيميائية عشان تزود الافيكسي بتاعتها زي الميل كوندم بالضبط بس فالتنين دول مشتركين في الفاجينة السبونج والفاجينة الديافرام والسيرفيكال كاب هم نفس الوظيفة بس حاجات باشكال مختلفة بس عشان تناسب كل الناس تمام الفاجينة السبونج بس اللي فيها حاجة مختلفة ان هي سبونج وبالتالي يقول انها ممكن تعمل ابزوربشن لشوية سبيرميس كده الفاجينة الديافرام بقى بيكون نفس الحاجة سوى عبارة عن رابر دوم يعني احنا نفرق بينهم بين الشكل بس الفاجينة السبونج كان شبه المشروب الفاجينة الديافرام هو شبه الربر دوم كده حتة الدوم اللي هي بتبقى شبه نص دائرة كده كله بيتحط على الابر فاجينة في منهم الفيكس اللي بيبقى فليكسبل زي الديافرام وفي منهم النام فليكسبل زي السيرفيكال كاب برضو بنعم نفس الحكاية بلوك الاسيرفيكس ميكانيكال اكت وكنتيند سبيرميس كايدل سواني ونريكو الفاجينة الديافرام هو ده الفاجينة الديافرام وده استيرفيكال كاب استيرفيكال كاب ده هو عبارة عن عن سكر رابر شوية بيكون ادخن شوية وعمل كأنه دوم بس مش دوم واسعة زي الديافرام ده لا هي دوم ديئة بحيث انها تفت على السيرفيكس خلص السيرفيكس بيكون ليه تب كده فهو بيفت عليها بيكون نون فليكسبل لانه يعني جالبا هو اثبت واحد فيهم السيرفيكال كاب ده بتاعته بتقبليد على الاكتو السيرفيكس برضه بيعمل نفس الموضوع بلوك السيرفيكس ميكانيكال اكشن ويكونتين اسبيرميس ايدل كده اخدنا الفيسيولوجيكا الميسود والبارير الميسود نيجي للتالت حاجة هي الاسبيرميس ايدل الميسود او الكيميكا الميسود احنا كده اي اعتبر عرفناها او خدنا فكرة عنها كلمة اسبيرميس ايدل يعني مواد كيميائية قاتلة للاسبيرميس عبارة عن كيميكال سابستانس بليس دي انزفاجينا بتتحطي في الواجينا قبل الكويتس توكيل الاسبيرميس لها القدرة انها تقتل الاسبيرميس احنا زي ما شفناها في الميسود اللي قبل كده لانها انها كانت بتتحطي كوصيلة اضافية نزود بيها الافيكسي بتاعت الميسود و بالتالي هي الواحدة هتعتبر بتدي بور ريزولت و when use only, give poor result but use better with other methods of contraception زي مثلا انها تتحطي مع البريع الامسود زي ما شفنا طبعا المواد زي المزكورة عندنا زي مثلا المينفوجيل منفاجول او النون كسوني واللحاجات دي طبعا اسماء ما لاش مازمة يعطابر طبعا بوقت ببدأ ان انا نستخدمها قبل كل كويتس بعشر خمستاشر منتز وحطها طبعا في الجزء العلوي من الفاجينة وبيحصلش منها مثلا اي تسريب او حاجة زي كده الا بعد على اقل ست ساعات الاولاب ده عبارة عن جهاز صنوعي الجهاز ده بدخله جوه اليوترس في منطقة معينة وهي الفندس الفندس دي مكان بيحصل فيه الفيرتريزيزيشن وبالتالي لما دخله يسد مكان الفيرتريزيزيشن مش هيتم تكمين الجنين وبالتالي لمنعات الحامل طب امت بقى احب استخدم الانترا يتراين كونترا سيرتف ديفايس دوات بستخدمه لما يكون محتاجة حاجة تقدر انها تستمر معي الفترة طويلة يعني فيه انواع كتير منها اللوالب ممكن انها تستمر تتحط مثلا لمدة عشر سنين لمدة سبع سنين وهكذا وبالتالي هو يقدر يصنج لمدة طويلة لو كان طبعا متركب كويس والافيكاسي بتاعته عالي ومتزود بميسه التانية وهكذا فيه منه انواع كتير هو عبارة اصلا عن بلاستيك ديفايس يعني عبارة عن قطعة بلاستيك متشكلة بشكل معين وهتتحط في مكان معين فيه منه بقى زمان فيه حاجات قديمة وفيه حاجات متطورة الحاجة القديمة نسميها non-medicated device والحاجة الجديدة هي المدicated او البيو اكتف يعني ايه اصلا مدicated كلمة مدicated المقصود بيه انها متضاف عليها مادة المادة دي بيكون ليها كونتراسبتف افيكاسي اما اللي مش متضاف عليه حاجة وهو سايدة كده فده القديم وده ما بقاش يستخدم دلوقتي عندي هنا هو non-medicated device these are plastic devices that contain barium sulfate بتضاف عليه مادة اسمها barium sulfate ده بس علشان تبقى radio bake يعني اقدر ان انا اشوفها لما اجي اعمل عليها شعر او اجيه صورها اقدر انها تتقدر انها تبان عشان يتابع وجوده واشوف هل مثلا تحرك من مكانه هل حصل فيه اي مشكلة فلازم ان انا بتابعه واشوفه فبيتضاف عليه مادة ال barium sulfate بس علشان يبان تحت التصوير لكن هو مش معتبرش ميدicated ده مش عليه مادة التصوير تعتبر contrarceptive effect في فرق بينهم طيب زي ايه زي حاجة اسمها البسلوب او ال double S loop اللي هو شكله ده ودي كلها اشكال قديمة ما بقيتش تستخدم نجي بعد كده للنوع التاني وهو البايو اكتف او الميديكيتف ده بقى اللي محطوط عليه مادة تانية مادة ليها كونتر سيبتف افكت طيب ايه المادة دي اشهر مادة بتتحط هي مادة الكبر بتحط عليها كمان سيلفر بتتضاف مع الكبر ليه الكبر نفسها بتزاود من الكونتر سيبتف افكتسي هي المادة اللي لها الفعالية دي اما السيلفر احنا قلنا ان الهولب ممكن يعد لفترة طويلة طيلي كل ما الوقت تقدم كل ما فعالية المادة المحطوطة عليها دي بتقل وكفائتها تقل وتبدأ انها مثلا تتاكل احصلها في ريجمنتشان فاللي بيحافظ على كده هي مادة السيلفر الكبر سيومي دي كيتد ده برضو انواع واشكال كتير متقسمة بقى على حسب حاجات كتير يعني هي حاجات متطورة اكتر من الفسورة دي كل الفسورة دي حاجات قديمة اختصار السيو ده اختصار لرمز الكبر يعني وهي بيختلف بقى بيتحطي جنبه ارقام فيه سيو تي تي دي نسبة للشكل بتاعته بتاعه اما 200 و380 والارقام دي كلها فده دليل على حدثته وهو بيقعد قد ايه زي ما قلنا فيه بيقعد عشر سنين بيقعد سبع سنين وهكذا فكل ما اما الرقم زاد ده دليل على انه بيقعد مدة اطول فيه كمان منه النوفا تي اللي بيحتوي لبقى على السيلفر اللي هو اصلا السيلفر اضافته دي حاجة جديدة برضو فيه المالتي لودد اللي بيكون مش بسه على حرف تي لا ده بيبقى عامل شبه الشجرة كده وفيه كذا تفريعه وبرضو فيه منه ال 250 و 375 فدي كنلاقي الانواع بتاعته الكابر ذات نفسه ودي اشكال ال-CUT والمونتي لودد او ده ال-CUT وده المونتي لودد اول سايد افكت ممكن تحصل بسبب الانترا تورين ديفايز هي البليدين طبعا هو جسم غريب ده جسم الانسان وبالتالي محمل معاه اي انفكشن فهيحصل في بيلفك انفكشن ممكن يفشل يسبب بريجنانسي بنسمي الحمل على اللولاب عادي بتحصل كتير وده بيكون بسبب مثلا ان هو المركب اللولاب مركبوش طح او مش راكب في الفاندس كويس ممكن يتحرك من مكانه ممكن يحصل مستلوب يتحرك من مكانه ونتنقل في حتة تانية طبعا بيكون بسبب بين البين ممكن يجيلي في شكل يوتراين كرامبس او ديس مينوريا او ديس بارونيا كمان بيكون فيه ميل ديس كونفرت اما الكونتر انديكيشن ليه فهي لها ابسوليوت كونتر انديكيشن ورالتف كونتر انديكيشن ابسوليوت يعني مفيش فيها انقص دي ماينفعش خالص ان استخدم عليها معاها لولاب اما الريلاتف فينفع وينفع او في حاجات ممكن تتعدل ممكن نتحكم فيها وينحطه يعني ممكن نتصرفه ويتحط عادي اما الابسوليوت فلا ماينفعش يتحط ابدا معا لولا الابسوليوت دول تلاتة رأسيين واي حاجة تانية غيرهم هنعتبرها الريلاتف ايه التلاتة الابسوليوت بقى اول حاجة البلفيك انفلاماتري ديزيز والمقصود بها هنا ان الانفلاميشن ديت بتكون موجودة في الحوض نفسه مش فزينا مش فزينايتس انفلاميشن في الحوض نفسه تاني حاجة نون أورسسبيكتت بريجنانسي اه واحدة حامل فأكيد مش هنحط لها لا ولا بنحط لها لا هنا بلايه وهي حامل اكيدة يحصل اجهود تالت حاجة هي المريجنانت ديزيز ان الشخص ده يكون عرضة ان يحصل له سيرفايكال كانسر طب عشان انا نتأكد ان الشخص ده عند سيرفايكال كانسر ولا لا بيتم عمل مسحات حاجة اسمها الباب سمير دي عبارة عن مسحة بتتخذ من الفزينا بستدل بيها على وجود سيرفايكال كانسر او اي خلايا غريبة جوال فزينا اللولاب اما متحط فيها احيانا كتير بسبب سيرفايكال كانسر بالنسبة للريلاتف فممكن نعتبرها اي مشكلة جانبية بتحصل بسبب السيد افكت بتاعته والدكتور تذكر برضو مثال عليها هو الديابيتس لان الديابيتس اقدر ان انا اضبط السكر وبالتالي ممكن احط اللولاب عادي بعد ما اضبط السكر ممكن اي مشكلة ضعبية جانبية تانية مثلا بريفياس اكتوب كبريجنسي حمل خارجي ابنورمال يوترين بليدنج نزيف او سيفير انميا او او امبير دي كواجيليشن رسبونس فاسكولار هارتر ديزيز مشاكل القلب عموما سيفير ديسمينورية الارجي للكابر ديستور ديوترين كافتي بعد كده الهرمونال كونترسيبشن دي تاني اهم ميسود فيهم كلهم بعد الانتررين ديفايس لان انا هبدأ فيها ادي هرمونات خارجية للجسم جسم الفيميل اصلا بيصنع هرمونين مهمين جدا هما الاستروجين والبروجستيرون الهرمونين دول اللي هم دور في عاملية المينسترويشن واللي هما يكسروا جدر الرحم وتنزل المينسترويشن وكل حاجة طيب دلوقتي الفكرة من اللي انا هعملها دلوقتي ان انا هبتدي ادي كميات كبيرة خارجية زود الكمية اللي بيخدها الجسم من الاستروجين والبروجستيرون بكميات اكبر واكبر وبالتالي ده هيضعف من نشاط الاوفري ويخلي الاوفري ماينتكش بويضات اصلا ومتبقى كمياته قليلة جدا طبعا الهرمونين دول عبارة عن شوية استيرويد كده بخطم في صورة هرمونات او هرمونات كونترا سيبشن الهرمونات دي بتبقى انا بقى هديها خارجية فبالتالي انا هصنها عادي كدوى وهتاخدها كبيلز او حبوب هي سنستيك استروجين وسنستيك بروشستيرون استروجين وبروشستيرون صنوعي طبعا كل واحدة فيها بيكون لها عائلة معينة من الاستروجين او كده بيستخدمها في الموضوع ده زي مثلا السنستيك استروجين بياخد اما إيسينايل استراضيول او منسترانول والسنستيك بروشستيرون اما 19 نور تيستوستيرون جروب او 17 او اتش بروشستيرون جروب ما نركز او يعني عادي على الارقام على الاسماء دي طيب احنا دلوقتي عندنا هيرمونين اثنين استروجين وبروشستيرون هل باخدهم كلهم الاثنين مع بعض ولا باخد حاجة فيهم لوحدها ولا استروجين مثلا لوحده وبروشستيرون لوحده الحقيقة ان ممكن كده ممكن كده فعيبقى عندنا كذا نوع اول حاجة هو الكمبايند ميسوت او الكمبايند فورميليشن ان انا ببتدي اخد الارث الواحد بيكون محتوي على الاثنين الاستروجين والبروشستيرون شريط منع الحمل حبوب منع الحمل ده بيكون شريط مميز جدا وهو تقريبا الشريط الوحيد اللي بيكون فيه 21 تيب او 21 ارس بيكون مميز بالموضوع ده شريط منع الحمل مميز ان هو 21 ارس بيتعرف منه طب عايزين نشوف بقى ناخد جرعة ال 21 تيب ده ازاي هل ناخدهم على مرحلة واحدة بلا على مرحلتين او على ثلاثة احنا فعلا ناخدهم اما على مرحلة واحدة او اثنين او ثلاثة لو على مرحلة واحدة فنسميه مونوفيزك لو على مرحلتين تبقى بويفيزك لو ثلاث مراحل يبقى ترايفيزك وهي كذا المونوفيزك ده كلهم الثلاثة دول يعني الاثنين الارس الواحد فيهم بيحتوي على الاستروجين والبروجستيرون ولكن دلوقتي اخد المونوفيزك اللي هو انا اخده على مرحلة واحدة هاخد ارس واحد منه كل يوم يوميا ده اخد ارس فيه انواع منه فيه انواع ده من المونوفيزك اللي بيتاخد على مرحلة واحدة او كومباين ده بتبقى نسبة الاستروجين فيه عالية وفيه نوع تاني بتبقى نسبة جرعة الاستروجين فيه قليلة الاستروجين هنعرف دلوقتي ايه او قدام كمان شوية ان هو اخطر بكتير من البروجستيرون والسايد افكت بتاعته اصعب من البروجستيرون كتير وبالتالي كل مكان كل مكان الده ده بيحتوي على لو دوز من الاستروجين كل مكان احسن ولكن ما زال هو كومباوند والاستروجين هنا مش بيتاخد لوحده ولكن الفكرة في المونوفيزك انه باخده على مرحلة واحدة ففيه من النوعين موجودة اللي فيه كمية كبيرة من الاستروجين هو هاي دوز استروجين كومباوند اللي في بيحتوي على الاستروجين بتبقى كميتها اكتر من 50 ملي لكل طيب كلرث فيه اكتر من الخمسين ملي استروجين زي مثلا يسمى أناوفلر او النوع الثاني اللي هو لو دوز استروجين الجرعة الاستروجين فيه قليلة شوية أقل من 50 ملي لكل طيب زي الجاينيرا والمايكروفولا او في البيفيزيك انحنا نبدأ بقى نقسمه على مرحلتين عندنا الواحد وعشرين قرص هنقسمه لأول عشرة طيب منهم اول عشرة قرص منهم وتاني 11 طيب أول عشرة طيب منهم بيكون في كمية من الاستروجين والبروشستيرون مختلفة خالص عن الكمية بتاعت ال11 قرص التاني وغالبا بنعلمهم في الشريط بان الأول عشرة طيب بيكون مثلا ليهم لون مختلف عن الحدوش واللون التاني تمام فده بايفيزيك اللي هو المرحلة الأولى فيها كمية معينة والمرحلة التانية فيها كمية تانية مختلفة عنه على عكس البيفيزيك كان اللي اتنين فيهم نفس الكمية عادي ولكن بدي تاخد في نفس المرحلة ولكن هي جرعوت حسب بس جرعة الاستروجين فيها كانت متأسمة لنوعين أما ترايفيزيك فهي اخذ برضو نفس ال21 تيب وهي أسمهم على 3 مرحل ستة خمسة عشرة أول خمسة قراس الخمسة اللي بعدهم وبعدين العشرة برضو أول ستة قراس بيبقى فيهم جرعة مختلفة عن تاني خمسة قراس عن تالة عشرة قراس ستة خمسة عشرة تمام؟ تمام أنا خلصنا الكمبايند الكمبايند الأول اللي كان فيها حتى لو قسمناها مرحل فكل مرحلة فيهم كان فيها برضو استروجين وبروجستيرون هنيجي للنوع الثاني اللي هو سيكوينشيال بيلز يعني مرحلة فيهم هتبقى كومبايند ومرحلة فيهم لا مش هتبقى كومبايند هيبقى فيها حاجة واحدة لوحدة هنقسمها هنا لمرحلتين أول أسبوعين أو أول 14 يوم دي هتحتوي على الاستروجين بس فعشان كده ده المخليها مختلفة عن الكمبايند ميسو والأسبوع الثالث هتاخد استروجين وبروجستيرون كومبايند عادي تمام؟ يبقى في السكوينشيال هنقسمهم المرحلتين مرحلة فيهم فيها حاجة واحدة بس منهم هي الاستروجين أول 14 أسبوع مرحلة الثانية كومبايند بالأسف الاستروجين لوحده مشكلة كبيرة جدا لأن كتر استخدام الاستروجين على المدى البعيد لوحده بيقضي لزيادة فرصة حدوث للكانسر غير أعراض تانية كتير أما البروجستيرون فتكون أعراضه خفيفة وتكون أعراضه ظاهرية زي مثلا زيادة في الوزن زيادة في الهير أي أعراض ظاهرية خفيفة يعني غير الاستروجين خبز طيب إحنا لسه أعلم دلوقتي إن الاستروجين استيد إفكتور بتاعته علي وما ينفعش يتأخذ لوحده يبقى لو هاخد حاجة لوحدها يبقى المفروض إيه؟ طبيعي يبقى البروجستيرون قلي فده النوع الثالث اللي باخد فيه بروجستيرون بس طيب هنقسمهم بقى على حسب طريق أخذ البروجستيرون ده هل مثلا الأول اللي هاخده بروجستيرون only pills إن أنا هاخده بس في صورة حبوب حبوب فيها بروجستيرون بس أو الطريقة الثانية هي long acting injectable بروجستيرون أو الطريقة الثالثة sub dermal imbalance وهنعرفهم دلوقتي تمام قلنا أول طريقة منهم هي البروجستيرون only pills اللي هي حبوب فيها بروجستيرون بس pills contain بروجستيرون only أهم شيء ما نأخذ البروجستيرون هو يتخذ كنتينوس لي لا ينفع أن أضيع يوم ويحصل حاجة لكن البروجستيرون لا يجب أن يضيع ولا يوم ومثال عليه هو المايكروليد النوع الثاني هو الـ Long Acting Injectable Progesterone سوف أدخل هذا البروجستيرون في صورة حقاً سوف أخذها عادي حقاً على المدى البعيد Injection contained Progesterone only طريقة الثالثة والأخيرة هي الـ Sub-Dermal Ambulance نسمع دائماً زمان كانوا بيقول لك الستة دي مثلاً مركبة شريط الحمل ده بيتركب تعبارها عن كابسولة كده بتحتوي على Long Acting Injectable Progesterone برضو ولكن بتتحط من خلال السكان كده على الـ Medial Aspect Lift Arm اليد اجتمال على الـ Medial Aspect شكلها معروف ويعتبر كلنا عارفت أنه مرنا بي على العكس بقى الأبسوليوت والـ Relative Contra Indication بتاعت الـ Entry Trine Device كانت الأبسوليوت تلاتة بس والـ Relative هي لحاجات كتير هنا العكس طب ليه لأننا هنا ببتدي أدى الجسم هرموناية وحاجات صناعية أكتر منها ليتاخد حقن اللي هيمشي في الدم اللي هيفضل موجود لفترة طويلة يتاخد على مدى بعيد هرموناية يبدغير في الكيمستري بتاعت الجسم وبالتالي الشخص ده لو عنده أي حاجة في الدورة الدموية موجود مينفعش نون أورساسبكتد كانسر بريست نون أورساسبكتد إستروجين دي بنتان تيومر نحن عرفنا أن الإستروجين بيسبب بريكنسر بريكنسر رفاكتور الكمية الكبيرة منه كمان أول مشكلة في الإستروجين فيه إن هو يسبب التيومر أو الكنسر والمشكلة التانية المهمة هي الأبنورمال ليفر فانكشار عن المدى البعيد الإستروجين ده بيهري الكبد بيهري الليفر بطريقة وحشة فبالتالي الإستروجين لازم كميته دايما تكون قليلة وأي حد عنده مشكلة في الليفر أو معرض إن يحصل للتيومر فيستبعد إن ياخد الهرموناية الميست كلها طبعاً نفس الكنان بتاع اللولاب Non-Award Suspected Pregnancy أو Undiagnosed Abnormal Eutrion Bleeding أي نزيف أنا مش عارف سببه Obstructive Giundice Congenial Hyperlimidemia أو Old Age لأن مع Old Age بتبدأ أصلاً هرمونات الفيميل تتغير وتقل عن العادي هتدخل بعد كده في مرحلة المينيبوز وغيره وبالتالي كل هرمونات تي هتتغير فأنا خلاص عند هنا مش هقدر إن أنا أغير في الهرمونات أكتر ما هام بتتغير أصلاً أو Cerebrovascular Stroke دي برضو مشكلة كبيرة عكس ال Relative حاجات بسيطة Hyper tension طيب يتسمي Latest Headache Vargous Vein أو Surgery طيب الصيد إفكت بقى بتاعت الأستروجين والبروجستيرون الأستروجين بيعمل حاجات والبروجستيرون بيعمل حاجات الأسترون مثلاً ممكن يسبب نوزياء يسبب Vomiting أما البروجستيرون سسبب لي Headache و Depression ممكن برضو الاستروجين يسبب بليوكولية ممكن يسبب من Sterewell changes ممكن مش بس تغيرات ممكن توصل إلى نقطة القطعة خالص أو تبقى Hyperglycemia أو أمينورية أما البروجستيرون أهم أعراضه و أهم الشكل اللي بيجي فيه الصيد إفكت بتاعته هي الكوزماتيك إفكت أو الأعراض الخارجية بتاعته زي الويد جين لأنه بيعمل Hyperglycemia والأكني والهيرلوس ممكن يحصل Spouting و Break Stroll breathing في المتابوليك بقى إفكت اللي بتباندي أهم حاجة هي الأستروجين بيسبب سرومبوزيس بنسبة كبيرة جداً و بيسبب برضو أسيروسكيروزيس بس الاستروجين اللي بيسببه الأسيروسكيروزيس ده هو الاستروجين السنستيك الصناعي مش الطبيعي في الجسم و Hyperglycemia طبعاً بتزيد بسبب تكوين بزود فرصة تكوين الجلطات طيب فلنفترض إن فيست ما كانتش تعرف إنها حامل وخدت وهي حامل خدت Contra-Septive Pills وهي حامل هيحصل إيه؟ غالباً غالباً هيحصل لها كونجينة الأنوملس وأحيانا ممكن تضطر للإجابة بالنسبة للبريست ملك فهو بيقلله جداً هي الأخر مصد الحمد لله وهي الاستيريولايزيشن بمعنى الاستيريولايزيشن دي بمعنى إننا هعمل عقمة تام بقى للموضوع كله الموضوع ده بقى هيبقى بيرمنانت خلاص دي الوسيلة البرمنانت الدايمة اللي بنلجأ لها في الآخر خالص ممكن نعملها للميل وممكن نعملها في الفيميل لو عملنا الميل هنعمل فيه إيه؟ هنعمل بمعنى إننا هجي عند وهعمله إما هربطه أو هشيره خارص يعني ربط أو فازيكتومي يعني هشيره خارص أما بالنسبة للفيميل فممكن أنا هلجأ إننا نعملها هستيريكتومي يعني شيل الرحم كله أو تيوب الأوكيوجن أنا هقفله بقى بأى طريقة إننا هدخل تيرجيكا لأقطع جزء من التيوب أو ده يستيرمي غالبا دي معناها بالكي أو كده أو ميكانيكا الكليبس زي ما في الصورة اللي هو أنا هحط كلبسة تمنع الطريق أو كيميكا الباية للهيستيريسكوب ده اللي هو منظر الرحم يعني إيه الوسيلة دي هي الوسيلة الدائمة من وسائل المنع الحمل كلها وغالباً اللي يستخدمها الناس الفيميل اللي عدت أكثر من 40 سنة وهي عايزة تمنع الحمل تماماً بسبب إن في مرض يمنعها من الحمل بس ما فيش أي وسيلة تانية من الوسيلة التانية تنفع إنها تستخدمها من غير ما تكون كونتر انتجي ديها كده المحاضرة خلصت الحمد لله مانا ما كنش طولت عليكم لو في أي حاجة أنا مشرحتها وصف أو مركزتش عليها فهي الدكتور مشرحوس أو مركزتها عليها ربنا وفاقوا ديمانياتكتريرو.ف ترجمة نانسي قنقر